أشهد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بجهود المعلمين والمختصين والإدارات المدرسية وكافة القائمين على العملية التعليمية في أداء مهامهم على أفضل وجه جاء ذلك خلال تدشين خدمة تعليمية جديدة صباح اليوم وهي الدروس المركزية التفاعلية خدمة تعليمية جديدة يتولى من خلالها معلم المادة تقديم درس موحد مركزي للطلبة ضمن منظومة تيمز ويشارك في أعداد هذه الدروس وتقديمها عدد من المعلمين المختصين ويتولون الرد على سئلة الطلبة جزارة التربية والتعليم دشنت خدمة تعليمية جديدة لأبناء الطلبة والطالبات تتمثل في الدروس المركزية هذه الدروس وفق النظام التفاعلي يقدمها معلم بمساعدة عدد من المعلمين والأخصائيين الهدف منها الإجابة في نفس الوقت على أسئلة أبناءنا الطلبة وزير التربية والتعليم خلال زيارته الميدانية أشار إلى أن هذه الخدمة الإضافية الجديدة تثري وتعزز الخدمات التي تم تفعيلها خلال الأسابيع الماضية عبر المدارس من خلال البوابة التعليمية وضمن المحتوى التعليمي الرقمي إضافة إلى الدروس المرئية عبر القناة التلفزيونية وأربع عشرة قناة على اليوتيوب وذلك حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للطلبة وتنويع وسائل التعلم بما يمكنهم من متابعة الدراسة في المنزل والتفاعل مع معلميهم هذه الخدمة تضاف إلى خدمات سبق نقدمتها الوزارة استنادا إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل هذا المشروع التعليمي الرائد الذي تفضل به سيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إضافة إلى الخدمات التي موجودة على البوابة التعليمية إضافة أيضا إلى القناة التعليمية ووجود 14 قناة في اليوتيوب كل هذه الجهود تصب لمصلحة تبنى أن الطلبة في هذه الظروف الحالية والله ولي التوفير الجدير بالذكر أن الوزارة خصصت غرفة للمراقبة والمتابعة بها عدد من المختصين تتابع هذه الخدمات التعليمية الإلكترونية وتقوم بالتنسيق بين كافة الأطراف وتقدم الدعم الفني للمعلمين والاختصاصيين أثناء تأديتهم لهذه المعلمة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحري